الجانب التالي وهو متعلق بقى بملفات الصفقات والتعاقدات مبارح كان لنا الصبق اللي احنا نعلن لحضراتكم ان كل الاخبار اللي مكتوبة في المواقع عن وجود عرض رسمي من الوقرة القطري لضم احمد عبدالقادر غير صحيحة بالمر وبالفعل مع نهاية اليوم الناس كلها بتاديت تقول نفس الكلام اللي احنا قلناه ان الاخبار اللي طلعة سواء من قطر على فكرة او حتى من مصر كلها اخبار غير صحيحة وما فيش اي عروض رسمية من الوقرة القطري نفس الامر بالنسبة لاليو ديانج في مباحثات واتصالات ولكن لم تأخذ الطابع الرسمي لم تأخذ الطابع الرسمي والنادي الالي اكيد منفتح على هذه التفاصيل لو في عروض رسمية هيبدأ يناقشها يشوف مصلحة الفرق ازاي ويشوف مصلحة اللاعب اللي ممكن يتعمله في الفترة اللي جاية ولكن على مستوى العروض الرسمية حتى هذه اللحظة ما فيش عرض رسمي ولكن بالنسبة لديانج في اتصالات ومباحثات بس من بجانب او بشكل غير مباشر تحديدا من بعض الوكالاء او الوسطاء مع اندية قطرية في الفترة الاخيرة طيب الاهل داخل وديس بقلب جامد يعني في موضوع التعقدات اه ومنفتح في اكتر من صفقة لأكتر من مركز اكتر من مركز ايوة وهل كولر حدد احتياجاته نعم والناس بتشتغل عشان تنجز بعض الملفات قبل صفر المنتخب ده بنسبة كبيرة طيب ايه لمعطل التفاصيل وارد وده مش تعطيل بس وارد وانت بتشتغل على اتمام بعض التعقدات ان يكون الجانب الاخر محتاج من عندك مثلا بعض اللاعبين فبالتالي الصيغة نفسها هل اللاعب اللي انت طالبها من عندي اعارة ولا بيها طب لو انت عايزها اعارة لاعب فوق السن ولا لاعب تحت السن لان الامر هنا بيختلف لو لاعب فوق السن قيمة الاعارات لا حد اقصى انا لست مستنفستهاش رغم ان اتحاد القرى مش موضح ده وان برحلة اتكلمت فيها وقلت الاهل هي تعامل مع الملف ده تبقى للوايح الفيفا اللي واضحة جدا ولكن اتحاد القرى لم يشرحها للاندية بشكل سليب فالاهل بيشوف اللي موجود في اللايحة ايه وهينفزه بنسبة 100% ولو في لعيبة تحت السن في اندية تانية لو هتبرم معها صفقات في ضم اللاعبين وهم عايزين من عندك لعيبة اكيد هيكون فيها حكتين جانب فني اللي ممكن يخرج و اللي ممكن يكمل معاك وما يطلعش والجانب التاني جانب قانوني او لائحي هل مسموح او ممكن يتم اعارته او بيعه او ازاي تقدر تحافظ على لعيبتك بحيث لو خرجت اعارة 6 شهور او سنة ونص ممكن تستعيدها ازاي في الفترة اللي جاية فملف الصفقات والتعاقدات في شهر يناير بنسبة كبيرة جدا هيكون فيه تدعمات قوية جدا عشان المرحلة اللي بعد كده انا لسه بستعرض بحضراتكم اجندة المسابقات الرسمية كل 72 ساعة مباراة يعني الاجندة الرسمية بتقولها تبدأ 23-24 فبراير ماتش ميدياما في كماسي بس انت قبلها بإزموه هتلعب يوم 16 فبراير في بلوسداد في الجزائر فبالتالي انت ما عندكش وقت للرفاهية لازم لعبتك تكون جاهزة ومش اللعبة الاساسية بس الاساسية والاحتياطية واحتياط الاحتياطي كمان احتياط الاحتياطي لان انت بإذن الله ربنا يكلمك بالفوز بدورة ابطالة افريقية عندك بطولة جديدة بطولة الانتر كونتينلتل عندك نسخة جديدة من الدور السوبر الافريقي الدوري الافريقي الافريقي الافل وارد جدا تتلاعب من اكتوبر لنوفمبر النسخة التانية بنفس عرض الاندية فكل ده وارد فبالتالي لازم تحضر لهذا العام ولازم تشتغل على المدى البعيد ما تنساش انت عندك كس عالم كمان سنة ونص في الولايات المتحدة الامريكية 32 نادي هتكون في دور مجموعات هتلعب 3 مباريات تكسب تروح دول 16 نظام النوك قوت تلاعب نفسك ممكن بتواجه ليفربول او بتواجه السيتي او بتواجه فلمينجو هتبقى مشات كلها كبيرة فلازم تحضر لها بشكل قوي جدا من دلوقتي طيب